فرصة التحالف الضائعة في اليمن تكمن هذه الفرصة بنظر فريق خبراء دولي في الأحداث التي جرت في ديسمبر من العام الماضي وانتهت بمقتل المخلوع صالح على يد ميليشيا الحوثي مما أدى إلى انهيار تحالف الانقلاب يشير تقرير فريق الخبراء المعني باليمن إلى أن هذا الانهيار بين طرفي الانقلاب في صنعاء مثل فرصة أمام التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية لاستعادة الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحوثي هذه الفرصة بتاكيد التقرير الأممي كانت سانحة لهزيمة الحوثي وما زالت سانحة لكنها لن تستمر كذلك إذا ما استمرت فترة أطول وفي ذات الوقت لن تعود كافية لإنهاء الحرب بحسب التقرير المرفوع لمجلس الأمن فإن التحالف العربي اتجه بعيدا عن مهمته وأضحت قوات التحالف وخصوصا تلك التي تدعمها الإمارات تحديا للحكومة الشرعية حيث أكدوا التقرير أن قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية وكتائب أبي العباس قوات تعمل بالوكالة لصالح الإمارات وتسعى لتحقيق أهداف خاصة بالتحالف العربي وفي الوقت الذي يعمل الحوثيون على تشديد قبضتهم على صنعاء وجزء كبير من محافظات الشمال فإن التحالف كما يقول التقرير قام بإضعاف حكومة الرئيس هادي من خلال الانشقاق الذي تسبب به المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات ورغم أن أخطاء التحالف أضحت مرصودة في تقرير أممي يتبع مجلس الأمن إلا أن السعودية التي تقود التحالف لا تبدو بتقدير مراقبين آبهة بإصلاح أخطاء التحالف فبالتزامن مع التقرير الأممي قدمت بريطانيا مقترحا لمجلس الأمن يشيد بدور السعودية والإمارات في اليمن وهو الدور الذي ساهم بجعي اليمن منقسما وأكثر تشضيا اشتركوا في القناة